السلام عليكم يا شيخ السلام عليكم لدي رأي رأيتها في هذا من أسبوع رأيت أنني كنت في مكان يشبه الصالة يعني مكان بيت مفتوح وأذكر أنه طبيعته شكله يعني السباغة يعني لم يكن مسبوخ كأنه من طين فيه الطين الأحمر وأذكر أنه كان أمامي أطفال صغار كأنني أدرسهم ولكن لا أذكر يعني شكلهم كأنني أذكر الفكرة أنهم كانوا أمامي وكانوا سبحان الله صغار ومثل الملائكة كأنهم يلبسون ملابس بيضاء وكنت أدرسهم يعني باللغة الفرنسية وأذكر أنه جانبهم كان فيه شباب جالسين يعني بنفس الشكل لا أذكر شكلهم ولكن الفكرة أنهم كانوا موجودين يعني خلط ما بين ذكور وإناث هؤلاء الشباب يعني هم في الواقع يعني أذكر أنهم هم يعني من الشباب اللي كانوا معي في السنة الماضية في ورشة المسرح يعني أنا العام الماضي كنت سنة أولى في ورشة في ورشة المسرح يعني بالموازنة مع عملي وأذكر أنهم كانوا جالسين بس ما أحد كان يتكلم وكأنه يعني خلفي يعني وأنا أدرس أولئك الأطفال الصغار بالفرنسية خلفي يعني أرى منظر أنه كان فيه يعني أستاذنا أستاذ الورشة كأنه كان خلفي وما كان يتكلم أبدا كأنه كان جالس ويعني الله سبحانه وتعالى أراني يعني ملامحك كأنه كان سبحان الله يعني مبتهج ومفتخر فيني يعني بشكل كبير ومبتسم وكان يعني يشرب شاي ولم يلدرج أنه يعني كان مفتخر فيني لدرجة أنه لم يعني يقول ولا تعليق يعني ظل ساكت وخلاص يعني وبعدين لما كمل يعني شرب الشاي رح خرج فبعد هذا المشهد أذكر أنه أجدني يعني خارج المنزل يعني إلا هذا المشهد سبحان الله سيارة أخر وكأنه يعني السيارة هي واحدة منهما يعني تلك المبتدئة كأن الماهرة يعني لعل الماهرة هي من ساهمت في تعليم تلك المبتدئة وفجأة يعني صارت جنبي أختي أختي هيبة يعني أختي هي أصغر مني اسم هيبة صارت جنبي وأرى أنه السيارة تحركت إلى الأمام وفجأة كأنه يعني مسافة كيلو متر تقريبا كأنه فجأة السيارة الماهرة يعني سببت عرق إلى السيارة الأخرى وصارت يعني حاولت سبقها وفجأة وقفت أمامها وجعلتها أنها تصطدم فيها من الخلف يعني تلك المبتدئة صدمت من الخلف يعني هذا المشهد رأيته أمامي واستغربت يعني سبحان الله وكأنه فعلا صار فيه يعني الجو يعني لم يعني ما ضل يعني 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 صار فيه يعني كأنه يعني لم يعد فيه يعني أنا مغربية وفيه من تدرسين يعني أشغل في التعليم يعني الخاص مع مدرسة يعني خاصة وكمدرسة أيو في المغرب في المغرب نعم أنت ناوية صراحة تغيرين عملك مسماكي شيء نعم نعم في الصراحة لدي مشاريع لدي يعني أفكر في مشاريع لدي مجموعة من أفقاك يعني يعني كان هي يعني لو أجد يعني اللي أفكر فيه نعم يعني الفرصة يعني هي في بالي وش اللي في بالك لأن الرؤية تقول أنك بتغيرين مجالك بتغيرين وسياها بكل شيء وش اللي ناوي يتغيرين مجالك أنا صراحة لدي مشروع يعني هو حلومي صراحة هو أكبر شيء يعني وحاولت يعني يعني بدلت جهد ولكن حتى ساء لا زال لم يتنصر معي سياها بك بس مشروع مشروع غير التدريس نعم يختلف قليل عن التدريس في مجال في عمل مش دراني عنك إنك أنت في مجال أنت الله بيهبك إياه في أمر قادمة عليك بس بعد عناء بعد زي ما شفت سيارات الحوادث والصدام في أمر سوف تنالينه بس شكل ثاني غير اللي أنت مثلا غير التدريس لكن سياها بك الله عز وجل بعد عناء بعد مشقة بعد تعب وأسأل الله أني يبلغك مرادك وحقك لك مبتغاك مدام عندك طموح تحملي حتى تنصلي لهذا الطموح والله على الله يتسا يعني بلا ما أكمل الرؤية يعني واضحة أنه كان في مشهد آخر يعني بعد هذا المشهد يعني أن السيارة أزعجت الأخرى يعني كأنه بعدها كأنه أختي هبة تقول لي أنه في خلفي يعني سيارة أخرى وكأنه قالت لي إحذري يعني كأنه سوف تدرم فيها النار وسوف تنفجر أنا لم أراها يعني وفعلا يعني يعني حاولنا أنه نسرع ونهرب وفعلا يعني أدرمت فيها النار ولم أسمع صوت انفجار ولكن كأنه يعني المجال صار في يعني شوي مشاكل وصارت أخته بتبكي وقالت لي يعني خلينا نرجع للبيت وكذا يعني وهربنا فعلا الحمد لله يعني ما أصابنا شيء ولكن يعني هذا الجو يعني يعني كان هكذا وكأنه سعدنا لذلك البيت اللي كنت فيه في أول الرؤية وأذكر أنه يعني لم تبقى معي أختهي با وأجد يعني في الرؤية في الرؤية كأنه كان في إيدي ذهب يعني كان بين يدي ذهب وكنت حريصة عليه جدا يعني كأنه هو هو ذهب يعني إلي ولكن كان معه ذهبت لماما وذهب يعني لأختي وهذا هو اللي كان يزيدني حرص يعني إني خايف عليه أنه ما يضيع وبس هو الغريب أنه في الرؤية أنا أحمله كأنه ينزلق من يدي يعني أنا أحمله وينزلق وكل ما نزلق يعني أخشع يعني أنا أكون حاملة في يدي أنت متزوجة أنت؟ لا لا لست متزوجة يعني أكملي يعني هو ينزلق من يدي وبعد ذلك يعني حتى أنه ظهروا يعني أصحاب البيت وشافون يعني أحاول أنني حريصة وقال لي ذهبت بما معناه لا تخاف يعني فإننا يعني لن كم عملة إننا يعني ذهبت ما لن أخذ لك ذلك الذهب وهو فعلا ضل في يدي ولكن الأمر كان يعني فيه شوي إزعاج ومسؤولية وكذا وكنت يعني أحمل همه يعني هذا الذهب وكأنه في النهاية يعني يعني صار فيه فارج أو شيء من هذا قبيل بس يعني هذه المشهد يعني السيارة اللي أضعمت فيها النار والذهب يعني كمان يعني لم أفهم يعني معناه أول شيء عليك بالرقية أنت عندك تعثرات في حياتك كم عمرك؟ عمره 32 سنة أنت كل ما قد جاءك يخاطب ما يتم وليش؟ في عنديك أمور ما تتم نعم في تعطيلات صراحي يعني في تعطيلات لا أريد لفظة تعطيل أنا أريد يعني فيه إخيين تروا أنا لا أخفيكم تروا ما همني لو تقولين معطلة من الآن ليوم الدين تروا ما يهمني أنا أريد أن أبعد فيكم ما كان يعلمنا عنه النبي تفاول جزاك الله خيرا يعني فعلا أنا يعني أنا حتى أبشرك يا شيخ يعني الأخت حانين يعني أعطتني البرنامج يعني والحمد لله يعني أنا وأهلي يعني مواضبين عليه وأنا الآن في اليوم الثالث يعني من رقية الختمة رغم أني يعني الرعي للبيت متعبة وأقاوم صراحة أقاوم يعني حتى أحافظ عليه وحتى يعني قرأت حزبين فقط في اليوم بس يعني أحاول أني مستمرة يعني أنا اليوم في اليوم الثالث والحمد لله أحس يعني ب يعني أرتحت على البرنامج صراحة جزاك الله خيرا تحبون نصيحتي؟ نعم نعم تحبون الرسول؟ نعم صلى الله عليه وسلم والمحبة بالإدعاء أم لا بالعمل؟ بالعمل أكيد وإش كان الرسولي؟ متفائل أم لا متفائل؟ نعم متفائل صراح والله الذي يتفائل سيجد التفاول إن شاء الله والله الإنسان عندما يتفائل سيجد تذكروا كلامي وتذكرت الأخوات تقول يا شيخ أنا بديت في التفاول ارتحت وبدت حياتي الوقت هذه تقول بعد مدري كم الأردنية بعد التفاول توظفت تفائلوا تفائلوا لا عد تدخلون في أنفسكم هذه الألفاظ اللي بتأثر عليكم تنعكس عليكم لا أنا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة أنا بس ناصح لك تفائل يقولي يا شيخ أنا متعطرة وإن شاء الله أنا على خير إن شاء الله والله أنا متفائلة جدا وفعلا عندي تعفل المتفائل ما يقول ما يقول أنا متعطل ربي عطر رزقي بعدين أنا بس سيركسوال أنا أشوف أنه فيها سوء أدب مع الله أنك تقولين أنا ربي عطر رزقي تدري؟ هل ربي عطر دقيقة هل ربي عطر رزقك؟ لا حاشة لله وربما أنا لم أوجد التعبير أن أحاول أن أتكلم باللغة العربية بس ربما أخترت اللفظ الغالب بس جزاك الله خير يا شيخ يعني تعلمنا من مشائخنا وتتلمذنا عليهم وأساتذتنا والدكاترة وناس علماء كانوا يقولون ابتعدوا عن الأنفاض المهمة التي فيها سوء أدب على الله جل في علاه هذه تعلمتها من مشائخي هذه قاعدة نبتعد عن كل لفظ بعضهم حتى أخلكم متفائلين وحسنوا الظن بالله وأبشري هذا ما كان عليه الرسول بأبي الصحابة تلك المرأة وش قال لها الرسول يوم جاءت تشتكي قال اصبري ولكيش الجنة كيف اصبري ولك الجنة يعني أنت هذا الصبر ستنالين درجة في الجنة صبراً آلى ياسر يوموا يعذبون ما قال لهم هذا نعم هذا لا قال صبراً آلى ياسر فإنما وعدكم الجنة شوف كيف يبعث التفاؤل عندما تحس الإنسان بهذا المفهوم اصبر فلك الجنة تقول والله لا اصبر لأنه يبغى الجنة فدائماً يجعلوا هذا الشيء والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا على ماذا علوه همه إذا سألتم الله فسألوا إيش الفردوس الأعلى هذا هو المفترض علينا جميعاً يا شيخ يعني جزاك الله خير إن شاء الله جزاك الله خير